الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدأ زيارة عمل إلى قطر تستمر ليومين وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في مقدمة مستقبلية الرئيس تبون لدى وصوله إلى مطار حمد الدولية ومن المقرر أن تبدأ اليوم المباحثات الرسمية بين الجانبين القطري والجزائري وتتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الدوحة مراسلنا صابر أيوب صابر صباح الخير وأهلا بك صباح النور صباح الخير صابر إذن يعني هي زيارة مهمة ما هو جدول هذه الزيارة العنوين الأهم فيها العنوين الأبرز محمد هي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بين قطر والجزائر سواء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو تنسيق المواقف السياسية بين البلدين بما يخدم مصلحهما سواء فيما يتعلق بالقضايا والتطورات الإقليمية في منطقة العربية أو في قضايا دولية كثيرتهم البلدين وخاصة فيما يتعلق بتعزيز المواقف فيما يخص هذه القضايا لكن الاستثمار أيضا هو الجانب المهم في هذه الزيارة الرسمية حيث من المنتظر أن تبدأ اليوم في وقت لاحق مباحثات بين البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خاصة وأن الجزائر في السنوات الأخيرة أصبحت تلقى اهتمام رجال الأعمال القطريين نتحدث هنا عن القطاع الخاص وليس فقط الاستثمارات المباشرة بين البلدين الاستثمارات الحكومية لكن القطاع الخاص أيضا سيكون محور هذه اللقاءات خاصة مع وجود وفد من رجال الأعمال الجزائريين وكذلك الاهتمام القطري اهتمام رجال الأعمال القطريين في السنوات الأخيرة في الاستثمار في العديد من المجالات من الزراعة إلى الصحة إلى البيئة والمحميات الطبيعية ومن بين الاستثمارات التي ربما ستدفع نحو المزيد من التبادل بين البلدين لدينا الاستثمارات الناجحة في السنوات الأخيرة وهو مصنع الصلب في الجزائر المشترك بين قطر والجزائر والذي ينتج أكثر من أربعة ملايين طن سنويا من الخام النقي باعتباره يعتمد على تقنيات حديثة نادرة في العالم تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل خاص كذلك الاستثمار في المجال الطبي هناك المستشفى القطري الألماني الجزائري الذي يعد لبنى أولى لمزيد من الاستثمارات كما يعد الجانبان في هذا المجال فضلا عن الزراعة والاتصالات وأيضا الجوانب القانونية المتعلقة خاصة بمكافحة الازدواج الضريبي أو تجنب الازدواج الضريبي مكافحة الغش الاقتصادي وغيرها من الملفات التي سنطلع لاحقا أو القضايا التي سنطلع لاحقا بعد أن ينتهي هذا الاجتماع على فحوها وتفاصيلها بشكل كامل ودقيق شكرا جزيلا لك صابر أيوب كنت معنا من الدوحة بطبيعة الحال العلاقات الجزائرية القطرية شهدت تطورا لافتا في السنوات الأخيرة وعلى مجالات وأصعد متعددة كما ذكر مرسلنا اشتركوا في القناة